اشتركوا في القناة 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 بعد كده الانجليز بتاع هذا العامة وهذه المرحلة يكون فاهم وعارف لو ابن حضرتك يعني مغفق شوية في اللغة العربية ديه لكورس لغة عربية حضرتك اقعد زاكر معه ايه المشكلة يوم واحد في الاسبوع مش هيديقه او مش هيتعبه احنا محتاجين اندخر جهدا من هذه الاجازة الاجازة ده رصيد يعني في سيستم التعليم معمول عشان خطر تنمي قدرات ابنك قدراته ايه الزهنية والرياضية والعقلية والترفيهية وكل هذه القدرات عشان يكون مبدع في كل المجالات اتمنى يا رب ان احنا كلنا يكون عندنا طاقة ايجابية نمدها ونصدرها لولادنا في اجازة اخر العام وفي نفس الوقت ان هما يقدروا يستفادوا بعد هذه الاجازة وهم مقبلين على عام الدراسة الجديد ان شاء الله بكل حيوة بكل بنشاط وبكل حب ان هما يذكروا ويكونوا عندهم جانب كبير جدا من الاستعاب وحب للدروس بتاعتهم في هذا العام في نفس الوقت كمان بتمنى يا رب كل التوفيق للطلبة والطلبات اللي هما بياخدوا امتحانات اخر العام حاليا وهم طلبة المعاهد الفنية وبعد كده ان شاء الله يلحق بهم طلبة السنوية العامة والنصيحة هنا بقى لأولياء الامور هيأوا المناخ المناسب لولادكم للمذاكرة احنا فضلنا ايام بسيطة جدا زي ما بقولوا كده اللي قاعد مش زي اللي فاهم فبالتالي لو شايف ابنك كمقصر في العام الدراسي مش وقت تقوله اللي زاكر زاكر اللي عمل عمل لا خالص الوقت ده ان انت تدعمه نفسيا وتحاول تخليه فيما تبقى من هذا التوقيت ان هو يقدر يحصل اكبر قدر من المذاكرة اللي تخليه يعد من هذه المرحلة بسلام وامان الحاجة التانية احنا في ظروف جوية يعني دلوقتي حر وتحديدا لهذا الاسبوع اللي بيصل لزرويته يوم الاتنين ويوم التلات فعشان كده بنقول كل أولياء الامور معلش حاولوا تهيأولهم المناخ بقى المناسب في التغذية السليمة وفي الشرب ياريت العصائر على طول داخل خارجة كده على قضة ابن حضرتك وهو بيذاكر السوايل المية اذا است المية لازم تبقى جنب ابن حضرتك وهو بيذاكر ومش بس كمان اللي بيذاكر إحنا في الشارع أو أي حد في أشغاله تحديدا في هذه الأوقات من ارتفاع درجات الحرارة لازم نشرب كميات كبيرة جدا من المياه ونعوض الفاقد في هيئة العرق نتيجة ارتفاع هذه الدرجات من الحرارة وطبعا دايما بدول تحية إجلال وتقدير للفلاح والمزارع المصري وقود الثورات وصانع الثروات اللي هو الحقيقة مهما كانت الظروف الجوية ومهما كانت التحديات بيبدع وبيشتغل وده عمر ما بيعرقاله على أداءه لعمله على أكمل وجه وتحية إجلال وتقدير لكل عامل أو كل واحد لديه وظيفة بتحتم وجوده في الشمس أو تحت أشعة الشمس المباشرة تحديدا في فترات النهار بنقول لهم ربنا يهون عليكم هذا التوقيت وبنا يعطيكم الصحة والعافية ودايما إن شاء الله نجحين ومتميزين في كل المجالات نتمنى يا رب كل التوفيق صباحكم مشرق نسمع وغنية ونرجع نكمل مع حضراتكم ونعرف تفاصيل حلاياتنا النهاردة من نهار جديد اشتركوا في القناة